السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان والأخوات الكرام مرحبا بكم في حلقة جديدة من أخبار إيطاليا الحلقة ديال 20 في شهر 5 اليوم يا إخوان كان الخيطار ديال ماريو دراقي الرئيس الإيطالي واللي قال بالجملة لأنه القانون ديال إعانات الثاني كيشوف للمستقبل وما غادي نخليه حتى شي واحد من ورانا يعني غا نعاونه جميع الناس طبية حالي إخوان الفقرة ديال هاد القانون اللي غاشرح فيها البونوسات اللي كانت طويلة ولكني إخوان رحوت أنا ننقصر ولكني الغالب الله يعني رأي في بزيف ديال البونوسات البونوس ديال كيراء البلديات اللي غايعونوا الناس تخلص البوليطات كذلك دخل طوارئ اللي فيها 4 شهر زيدة غنتكلموا كذلك إخوان عن الناس اللي خداموا في قطاع ديال السياحة الموسميين اللي غايا يخذوا 1000 أورو في بونوس جديد البونوس ديال المنزل الأول غنتكلموا على الكونترات الجديدة باش يخليوا أنه الشركات الدخل خدامي إخوان وعدت أشياء وغامشوا نشرحوا الفوندو بيردوسو اللي داروا جديد حيث فيه تغييري إخوان غنتكلموا لالاتفاق على المستوى الأوروبي حول الجواز ديال الجلبة الباسبور ديال الجلبة يا إخوان وكذلك غامشوا نطرقوا يا إخوان لسيارة الإسعاف ديال الموت هاد القيصة يا إخوان وهاد القديرة مشهورة وتشارت بزاف في إيطاليا في 2017 مني تم الاكتشاف لأنه في واحد سيارة الإسعاف كانوا كيقتلوا الناس على قبل 300 أورو بالطبع يتحد أنها سأتكلموا لأ zooming بلانسي حيث اليوم هذا المذاب Lubanccy تم حكم عليه ذلك و سنرى الحكم وبسيارة الإخوان لا بتكون القصة من التفل المغربي التي تم الإنقاذها في سبتاء جدت بل Mxicولدية ذلك بصباح للصفحات المغربية بش parlante في مواقع الاشتماعile ستقولون أن هذه الصورة ليست حقيقة وستتتتتتتتتاay أنه، هو صورة التفل سوري التي تم الإنقاذه في توركيا لا يحصل من الصورة متغربي وبالدليل وبالبرهان. طبعا نتحدث عن الجلبة في لومبردية يا إخوان. وكذلك الجلبة فيما يخص الأطفال اللي عندهم ما بين ستشهر و 11 عام. وكيفما العادة نشوف الحالة الوبائية في المغرب في إيطاليا وفي العالم. وكنشكركم جزيلا الشكر شكرا بزاف الناس اللي كدير لايك وما كنتم خلش على القناة بلايك والتعليق. والناس اللي لم تشاركش في القناة اشتركوا يا إخوان. باش تبقوا توصلوا بجديد أخبار إيطاليا إن شاء الله. في هذا الفقر يا إخوان غنتكلموا على الخيطابama Idea Dragi خطاب ليمهم للغاية واللي في أعلمه عليه على المصادقة في مجلس الوزراء على القانون دي الإعانات التانية الدكرىية tuned�ة بيس التاني والي بطبيعة الحالة يا إخوان تكلم في هذا الخيطاب كذلك على الحالة الوبائية على أهمية الجلبة ولكن احنا هذا شيء ما كنتم هلم نحن حالياً خطان! بطبيعة الحالك تهمح الحالة الوبائية وكمش ينشوفها في الآخر دي الحلقة وكمنشوف بعدا الحال الاخبار دي الجلبة وهدك شيء قال بلا من عودو. علاشي اخوان يعني الى تكلمنا على الخطاب كامل ما غا قدناش الوقت لذلك غامشو تكلموا على اعانات كتيرة بزاف تخص يعني الراديسو دياللي مرجان سالفي المفاجأة كتخص كذلك الاعانات اللي غا تكون في البلدية وكذلك فيما يخص البونس ديال اللي كراو البونس يعني من اجل شراء البيت الاول لشباب وعداش اشياء تخصي اخوان احتلبوا الليطات الناس اللي ما عندهم مش تخلصوا لي من البلدية وطبيعة الحال هادشي اللي غا نقول لكم ده بحاليا خصوا شوية تصبر وخصوا ش شي ان شاء الله اول حاجة يا اخوان هو انه اليوم ما في صباح وباش متلفوش اخوان ركزوا اليوم ما في صباح البرلمان الايطالي صادق على قانون الاعانات الاول يالله داز البرلمان ويالله صادق عليه في حين انه مجلس الوزراء مش في البرلمان صادق على مرسوم الاعانات التاني وبطبيعة الحالي اخوان الول كانت فيه اتنين وثلاثين مليار والتاني فيه ربعين مليار ربعين مليار لكمية كبيرة خصة للشغل يا اخوان والعالم ديالشغل وتسهيل الولوج الى العمل وغا نشو نشوفو اش ن داروا باش يسهلوا هاد العملية. بطبيعة الحال يا اخوان وكيف ما قال دراقي في الخيطاب دياله بلا انه هاد المرسوم مختلف على المراسيم القديمة والاعانات القديمة. عناش قال يم حيث هادا كيشوف في المستقبل كيشوف في البلد اللي كيوجد راسه باش يفتح ولكن في نفس الوقت ما غدي نخليه ورانا احتشي واحد يعني احتشي واحد ما غايبقى اللور وما غديش نعطيه الاعانات. بطبيعة الحال قال يم هاد القانون راه كيعون الناس بزيب. بطبيعة الحال كنت تكلموا يا اخوان عنا 17 مليار. فاربعين مليار غدبشي الناس ديال الشركات والناس اللي هما هي خدامين حرفيين. عدنا كذلك تسعدي الملاير غدبشي فيما يخص تسهيل الولوج الى الكريدي للشركات. ربعات الملاير غدبشي العمال وكذلك العائلات اللي هي في حالة اقتصادية يا اخوان اللي ماشي مزيانة. ودائما في هاد القانون يا اخوان دخلوا 370 الف بارتية ايفا اللي في القانون اللي دازست ما تستفدتش من الاعانات وهاد القانون غدتستفد منها. بطبيعة هالاول اعانة اللي غدكينا هي فيما يخص الاعانة للشركات. تحطت يا اخوان 15.4 ديال مليار ديال الاورو. يعني قيمة مالية كبيرة بززاف. ولكن هاد المرة يا اخوان تبدلوا القوانين. ما غيبقوش مش يستفدو الشركات والبرتية ايفا يعتامدوا على الفطوراتوش. حال فاكتوريتي. ولكن غاي يعتامدوا على الفطوراتو وعلى الربح. حيط الربح تحيد من نوحة المصاريف يا اخوان. لذلك واحد الحلاق متلاً ما عندوش مصاريف كثيرة من غير الكرة. وارالخدمة خدمتي يدو عدو المقاط خدام به. في حين انه مثلا النجار راه عندو ايدو خدام بها ولكن خصو يشري الخشب وخصو يشري بزافة الاشياء. هادا يعني ميتال باش نبسط ليكم. لذلك هم غاي ياخدوا معي الاعتبار. الفطوراتوش الفاكتوريتي. وكذلك الربح اللي كان عندك. وكيف ما قال ليهم دراقي. العملية ديلة الربح باش نتأكدوا من نشحال. غادي تستغرق وقت كبير. لذلك غادي تكون العملية مقسمة على مرتين. المرة الاولى غيعطيهم الاعانة. اللي كتخص جميع الناس واللي بخصوص الفطوراتو. ومرة تانية غتكون في الاخر ديل السنة يا اخوان. اللي غيعطيهم كذلك الاعانة فيما يخص الربح. يعني الشركات اللي كان عنده واحد دولار ديلة تلسين في المائة في الفين وتسعة عشر مقارنة بالالفين وعشرين. بطبيعة الحال يا اخوان هاد الشي كيتعلق بالشركات وبالبرتيتا ايضا. في نفس الوقت يا اخوان تحطت ربعات المليار ديلة الاورو اللي غادي تعاون. يعني القطاعات اللي مفتحوش واللي حدود السعبق المفاتحش. مثلا بحل ديسكوتيكات وبحل القاعات ديل الالعاب. يعني القاعات ديل القيمار بطبيعة الحال. في حين انه الاعانة التانية يا اخوان كتتعلق بواحد النوع ديل الكونترا اللي غتديرها الدولة جديدة. باش تساهل انه والشركات مش تساهل تزعمهم انهم يخدمون الناس. وهذا الكونترا راح صراحة تنزوينة بزاف. غا تسمى واحد الكونترا ديال ريوكوباتسيوني. الدولة حطت لها سطل مليار ديال الاورو. اللي هي قيمة مالية كبيرة بزافي اخوان. باش من نسال البلوكو ديالي شن سيمينتي. اللي غا تكون ممكن انهم الشركات يجريوا على الخدامة ديالهم. ما يوقعش واحد المشكل كبير وما يخرجوش بزاف ديالة الخدامة. وحتى الى خرجو هذو كل الخدام اللي غا يخرج من واحد الشركة قدروا يلقعوا خدمة في شركة اخرى بهذا الكونترا. علاش? حيث الدولة يا اخوان قلت لهم الى خدمته واحد. المدة ديالستور غا يتم من غير انه كين تخفيض ضريبي كين تخفيض لهواية في ما يخص الكونتريبوتي ديال مائة في المائة. يعني ما غا تخلص عليه الشركة الكونتريبوتي لحد اقصد السلف اورو. يعني في ستور كل شهر الف اورو. يعني جميع الشركات غا يزعموا انهم يخدموا. وطبيعة الحالي اخوان هاد الاعانة اللي غا يدرون لهم را تقدر تجمع معا اعانات اخرى. يعني بحل الاعانات اللي كي يعطون الشركة كيدخلوا العيالات. يعني ككون عندهم واحد تخفيض ضريبي. لذلك واحد الشركة غا تجيها سهل انها بهات تخفيضة لكينة. والتخفيضة اللي ديجة كانت غا يسهل عليها ان تدخل شخص تخدمه عندها. وطبيعة الحال. الشركة الى خدمة واحد الشخص لمدة الشهر. وما درتشي الكونترة ديما من بيد. وخرجات ذلك العامل. رأى الدولة كتلزم عليها ان ترجع جميع ذلك الفلوس اللي استفدثت منهم. وطبيعة الحالي اخوان هاد الشي را مهم للغاية. كان كونترة الخرين كونترة ديال التضامن والكونترة الاسبانسيوني. لك انك تخلي ان الناس خروا الشقاعد باش ناس خروا جيف بلاسهم. ولكن هاد شارك نطرق لاني سابقا وباش ما نطوش الفيديو بزاف غنقز هاد الشي. في حين انه الاعانة الرابعة يا اخوان هي الراديس ديال الامرجانسة. كنا كنت تكلموا على شهرين وجميع الصحافة كنت كنت تتكلموا على شهرين. الا انه الوزير ديال الشغل يا اخوان. فهذاك المؤتمر الصحفي اللي كان في دراقي. كيفاش الجامعة وتيقول بلا انه الراديس ديال الامرجانسة غتكون فيه ربعة شهر اخرى. لذلك تلت شهر اللي كانت في اللول. ربعة شهر اللي كينا دابايا. وغتولي سبعة شهر ديال الراديسو ديال الامرجانسة. بطبيعة الحال كينا ناس اللي تقدر تسافد منه كنت اخد الراديس ديال الشيطا دينانسة. وعندها الراديس ديال الشيطا دينانسة قليل بزاف. كتقول واش انا عدي الحق ناخدهم بجوج. لا. متاخدش الراديس ديال الشيطا دينانسة. والراديس ديال الامرجانسة. ربما تقدر انك تسمح في الراديس ديال ولا شي حاجة. انا تم قول لكم بلا انه الناس اللي ما كتاخدش بزاف الراديجو ديال تشيطا دينانسا. ممكن انا هتجرب. ما عرفتو يا اخوان ولكن قبل ما تدروا هاد العملية سولوا فالكاف. لذلك غتكون ربع شهر زيادة. وهذا الربع شهر يا اخوان ممكن ان هالناس تدير الطلب الى غاية واحد وثلاثين في شهر سبعدي الالفين وواحد وعشرين. وزيدة على هادة يا اخوان الناس راديش بدأت تتوصل بالراتة الاولى ديال الراديجو ديال الامرجانسا ديال شهر ثلاثة. يعني غتوصلوا مدابة الناس اللي دفعت قبل ثلاثين في شهر ربعة. اللي دفع وراء ثلاثين في شهر ربعة غيتوصل بالراتة الاولى من بعد خمستاش في شهر ستة. وهكذا. في حين انه تخصص كذلك اخوان ثلاثة المليار فيما يخص المجال ديال الصحة. ها ثلاثة المليار غتتعطى الجنرال في اليولو اللي غاديستعملها. مليار ونص نص ديال هاد القيمة المالية في الجلبة. وكذلك خمسمائة مليون ديال الاورو اللي هي خمسمائة مليار مغربية. غتتستعمل يا اخوان. فانهم هديك اللائحة ديال الانتظار اللي كينا حاليا ديالت الناس اللي بغت دوز الفيزيساز ودك الشي خاصهم يزربوها ويخوي وهديك اللائحة ضغية باش يدوزوا الناس ضغية. غتتحط لها خمسمائة مليون. غيتحطو كذلك يا اخوان فيما يخص الجلبة والبحث غتتحط كذلك فلوس. وحاجة خلال اللي مهمة للغاية هو انهم غايدروا واحد تيكي اللي غتتولي الدولة تخلصوا علينا. فيما يخص الناس اللي مرضت بالكوفيد. حيث هذا كل الناس اللي مرضوا يا اخوان وكان عندهم المرض خيب شوية. هذوك يا اخوان را تكون عندهم واحد العواقب من بيت. لذلك الدولة غتتدر عنهم كنترول. احنا نتمنون ما يكون عندهم تاشي حاجة. وهذا كش اللي غتدير الدولة يا اخوان? غتدير هاد التيكي اللي غايوا اللي فابروا لهادوك الناس اللي مرضوا. باش يدروا اللي مكنترول من جديد. ويشوفوا الصحة ديانهم كديرا والريا ديانهم كديرا والتنفذ ديانهم كديرا وعداش اشياء اخرى. فيما يخص اخوان الكارتالي ازاتوريالي. اكو ايطاليا غتم اه غيتم ايقاف ارسال جميع الكارتالي ازاتوريالي. وكذلك يعني الحجز على شي حاجة. الى غاية ثلاثين في شرصة. كان من المترقب انه نهار واحد وثلاثين يسكاضي هاد القانون ولكن زادوا في شر اخر. وقانون اخر يا اخوان اللي كيخص البلديات هو انه الحكومة الايطالية عطات ما حوالي سمية مليون ديان الاورو للبلديات. اولا باش ينقصوا من الضريبة وديروا السكونتو فلاطاري. طاري يا اخوان هي الضريبة على الازبال حشاكم. وهاد الضريبة يا اخوان راها غلات مؤخرا لذلك دولة غادي تسافط الفلوس لبلديات باش ينقصوا على الناس. في حين انه السين داش يا اخوان البلديات غيتوصلوا كذلك بخمسمائة مليون ديان الاورو اللي هي غتستعمل في البونس بيزا غتستعمل في البونس اففيتو وغتستعمل كذلك باش تخلص الماء والضو والقاز للعائلات المعويزة والعائلات اللي هي فقيرة. بطبيق الحالي اخوان كنتكلموا على عائلات فقيرة على حساب ليزي اللي عندها. الناس اللي عندهم ليزي هابطرا غادي سافضون هاد شي ولكن باش نقول لكم انه هاد الشراف جميع البلديات غادي يكون. يا اخوان من اخدش المسئولية خاص لواحد يبشي البلدية ويسول ماشي من غدا. تسلنا ويا اخوان القانون رايا اللي اخرج الى بشي يقول لكم غدايا رغاي يقول لكم تشحج ماشي كينا وغا تحشم انك ترجع عالدم مرة اخرى. تسلنا واحد شوية بينو ما خرجوا يعني. الواحد يراقب الصفحات دي الفيسبوك دي البلدي ديالك. وكذلك المواقع ديالهم راك اي بلدية عند الموقع ديالك تنشر فيه الاخبار وكتنشر فيه البونوسات حاولوا تراقبوهم. انا ما كرتش نعونكم احتفظ النقطة ولكن البلديتي اخوان في الطالية راوم 8000. ما نقدرت وخان بغي نعونكم. واخر حاجة يا اخوان اللي غا نترقوا لها هو البونوس كازا بري جوفاني. يعني البونوس ديال المنزل للشباب. دراقي اليوم اتكلمي اخوان. وحدد بزفدة النقاط اللي هي مهمة. من بينها هو انه هاد البونوس غا يتعطى الناس اللي عندهم قل من السو ثلاثين سنة. وبطبيعة الحال كيف ما قلت لكم سابقا يكفي انه الزوجة للزوجة عندهم السو ثلاثين. وهذا الفوند اللي غا يداري اخوان هاد الصندوق غا يكون واحد ضمانة ماشي مئة في المئة كيف ما كان دراقي دراقي هو لي كان قلب مئة في المئة. ولكن اخوان عير ثمانين في المئة. وبطبيعة الحال باش يتفادوا انه حتى الناس اللي بس عنهم بشوي السفدو منه كيف ما كان كيوقع سابقا غا يعطيوه عير للناس اللي عندهم من يزيزيح ثلاثين الف اورو. وبطبيعة الحال اشنو هي هاد الاعانة? هاد الاعانة من غير انه الضمانة ديال الدولة غا تضمرك في ثمانين في المئة ديال الصومة ديال الموتو. يعني ما غا يعطوك شفلوس. عير غا يضمنوك. وهذه الضمانة مهمة حي تكاين بزاف ديت الناس ملاقيش اللي يضمنها. هذه اول حاجتين حاجة. يعني هذيك الضريبة اللي كتخلص لتسجيل العقار ولتسجيل المنزل الجديد. رأي واحد ضريبة كتكون طالعة شوية. وبطبيعة حال الدولة غدع في جميع الناس اللي عندهم قل من سسة وثلاثين سنة. وعندهم اللي يزيزيح ثلاثين الف اورو من هاد ضريبة. وكذلك اخوان غاي يكون واحد الطاليو واحد نقص وتخفيض فيما يخص ضرائب على المنزل الاول. يعني هاد شي الى غاية واحد وثلاثين في شهر تناشين الفين وثلاثين وعشرين. وبطبيعة حالي اخوان الى ما فهمتي تشي حاجة في هاد القانون حاليا راح يتباقي ما واضحش. ماشي حسما شرحتوش مزيان. ولكن ان شاء الله غايتكلموا عليه في الراديو. ونهار يتكلموا عليه في الراديو ويجيبوا خبراء اللي تهضر على هاد القانون. اذا كشي اللي غايقولوه. غانجي نقولو لكم. حتى انا بحالي بحالة الصحيفة يا اخوان دي الكوريال يا داسيرة. هادك الشي اللي كتبوه. هو هذا الشي اللي كتبوه راني قلتو لكم. ولكن غير واضح الامر. حاجة اللي مهمة ونبغير نركز عليه هو انهما غاديش يكونوا فلوس اللي غا الدولة غا تجي غا تعطيها الناس وتقولهم انا غا نشري لكم. لا. غادي تكون دار ديرها مئة مليون. وما تانا في الاول كنتي غادي تشريها بالموت وغايت تقامع لك مية وخمستاش. ده بتقدر تقامع لك بواحد مية وتمانية مية وعشرة. غاين نقصلك واحد السولة السبعة المليون في الاول. ولكن كينا الضمانة ديال الدولة اللي غا تساهل على البنكة انها تعتك الكريدي. يعني يا اخوان هات الشي عير باش نسرح لكم ما شنو كيد. زيالة على هذا راكف مقال دراقي قليم هاد العملية غا تخول انه الشباب يدروا عائلت ديالهم ويدروا كذلك المنازل ديالهم الاولى. وفيما يخص اخر حاجة اخوان اللي غا نتركوا لها هو البونس ديال توريزمو. الناس يخدمها في القيطاع ديال السياحة. وبطبيعة الحال ارا كنا نتكلمنا سابقا حتى على الناس اللي كينن في القيطاع ديال الفلاحة. ولكن هنا ما كيننش. والقانون رأي الله خرجي اخوان عايشي جو السواعة هذه. ما زال الوقت اللي نتكلم عنهم زيان ونجيبوا قوانين اللي فلتت لنا دابايا. ولكن كنت تكلموا على الناس يخدمها في القيطاع ديال السياحة. واللي فقدت العمل ديالها. يعني ما كانت شباغة حي تحب الساسم للخدمة ولا سالت لها الكونترا. ما بين واحد في شهر واحد ديال الفين وتسعتاش يعني ما شيء الفين وعشرين الفين وتسعتاش. الى غاية تاريخ ديت اليوم يا اخوان. هاد الناس كاملين يا اخوان. واللي بطبيعة حال فهاد المد الزمن يلي ذكرنا كاملة. خصوهم على الاقل يكونوا خدموا ثلاثين يوم. يعني من الفين وتسعتاش لحدود اليوم. تكون خدمتي ثلاثين يوم في القيطاع ديال السياحة. هاد الناس اللي هما يستطيط جونالي غاي سافدهم واحد البونس ديل الف سوف نحبسه هنا حتى القانون ما زال طويل بزاف وما زال نتعمقه فيه وما زال نتكلم عنه ان شاء الله. فهذا الفقرة يا اخوان سوف نتكلم عن واحد الحادث الذي زعزع الرأي العام لإيطالي في 2017. من بعد ما انه برنامج لياني اللي كيجي على إيطاليا اونو كان بينا اخوان واحد السيرفيزيو على لامبولانسا ديلا مورتي لابيلانس ديال الموت. واليوم محكمة الجنايات ديال كاطانيا حكمت عليه يا اخوان بالمؤبد. علاش حيتمتهم بقتل ثلاثة الناس. والشوكوك اللي كيناه هو انه كنت تكلم على حوالي عشرات الموتى. ماشي ثلاثة ولكن كنت تكلم على خمسين. لحدود الساعة اللي تحكم عليهم هات سير على ثلاثة يا اخوان. اشنو كان كيوقع في هاد لابيلانس. هاد لابيلانس يا اخوان وهذا الشي اللي نعود لكم انا يراه بالشهود. ولا بشي تكتبتو في جوجل. لامبولانسا ديلا مورتي غتلقوب لانه هو البرنامج ديالي. كيتكلم عليها هو بالشهود يا اخوان. ما بين الفين وربعتاش و الفين وستاشي اخوان. فوحد السبيطار في كاطانيا. كانوا الناس اللي كيكونوا نعصم في السبيطار. وقريب انهم يموتوا. ويعني كتبقى لهم اللحظات الاخيرة والايام الاخيرة. طبيب كعيط العائلة ديالهم. تيقول يمشوفوا السيدراء قريب يموت. يدوز اخر لحظة دياله في المنزل دياله احسن. طبيب الحال باش يدوه يا اخوان. خصم يعتمدو على اللابي العنس اللي هي بريفي. واللي هي كان واحد هات السيد اللي كان في السبيطار. كعيطو لي. كيجي هزدك السيد اللي هو مريض. وفي الاخر لحظة ديال حيات دياله. كيركبو في اللابي العنس يا اخوان. وكيدوه. واحد كيصوق. هو واحد يا اخوان بالبراء. كيدو قليه. مشي شي شي مادة. كيدو قليعي الهواء. الهواء خاوي في الدم دياله. وفي العروق دياله. طبيب الحال الى ديرتي الهواء. لشي واحد فارغ. في العروق دياله. اخوان ركيش كليه خاطر على الحياة دياله. ومني كنتكلموا على ناس يا اخوان. لي هم كبار في السن وقرب. يما انهم يموتوا. مني غدرنهم هاد العملية. بحال حكمت عليهم بالاعدام وكتقتلهم. بطبيط الحال العائلة كتشف الطموبيد لك تسنى. السيد اللي مريض باش يوصل للمنزل. هما كيتدول هاداك العنوان اللي كيعطيهم. ومني كيوصلك يقولون مني الاسفراء السيد توفى في الطريق. بطبيط الحال العائلة تكون دايجة لك الساعة عارفة. بلا انه السيد قريب يموت. كيبدو يبكي وكيبدو يتأسفو. السيد يقول لي مواش عندكم شي واحد اللي غيتكلف لكم. بطبيط الحال ستقول لي لماذا كنت تفعل هذا الشيء. كان كنت تفعل هذا الشيء. حيث ان تستطيع الترانسبور. ديال واحد الشخص اللي مريض. في السبيطار. من السبيطار المنزل دياله. لابيلانس كانت تأخذ عشرين ثلاثين خمسين او رو. على حساب حكي تعطيهم العائلة. لكن في هذا القضية يا اخوان. ما تبقى شعير نقل ديال واحد السيد اللي مريض. كتقول لي نقل الاموات. وفيها كذلك العملية للغسيل ديال الميت. وطبيعة الحال كيتكلفوا كذلك بلاد جنسية والوكلة ديال الاموات. ووكلة دفل الاموات. وطبيعة الحال عندهم موحدة ديال المافيا اللي كيتعاملوا معاهم مايا. لذلك العملية كاملة يا اخوان. كانوا كيدرون هات الشيء. في عوض ما انهم ياخدوا ثلاثين ولا خمسين او رو. كانوا كي ياخدوا ثلتمية. يعني كانوا كيقتلوا الناس اللي قريبة انها تموت. في لابيلانس. باش ياخذوا يعني الفلوس من عدل جنسية فونبري. ومن عدل عائلة ديال الميز. وطبيعة الحال يا اخوان. هات الشيء اللي وقع راه النشرات ولياني كيف ما قلت لكم. وراه تم الحكم يا اخوان على هات السيد بالمؤبد. المدعي العام او الوكيل العام. كان كي يطالب ثلاثين سنة ديال السجن. ولكن هات السيد اللي في العمر دياله. السور بعين سنة يا اخوان. راه خدال مؤبد. وشخص اخر ما زال ما تحكمش يا اخوان. راه بقى الحاليين في المحاكم. وما زال غاي نقطقوه بالحكم في الايام او الاشهر القادمة. يعني خبر مروع ولكن الحمد لله بشا مؤبد. فهذا الفقر يا اخوان اللي غتكون سريع علي الغاية. ما غنطولوش فاها بزاف ولكن بغيت نوضح فاها واحد الامر. يتعلق به هات الصورة. الصورة اللي ولت وحد الرمز ديال هاد الازمة. ديال الهجرة السرية اللي كان في السبتة. رمز ديال الازمة السياسية والديبلوماسية اللي كان مابين مادريد وارباط. وطبي اتحال يا اخوان. هذه الصورة ليست صحيحة بل تتعلق بطفل سوري اللي عتقوه في توركيا. بطبي اتحال يا اخوان هات الصورة رها حقيقية. كفانة من الهروب من الحقيقة. احنا مغاربو خاصنا نعتارفو بذلك الشي نوقع رها كبير بزاف وخيب بزاف. هات الصورة لي طفل مغربي. وضل فنيدق والام دياله يا اخوان بنت فنيدق. بطبي اتحال اللي يوقع وهات شي اخوان رها السيد اللي اعتقفها هات الصورة كتشوفوه. تكلم مع الصحف ومع التلفازات الاسبانية. بل الصورة يا اخوان نشرتها. كيف ما غتشوفو معي هنا يا. الجواردية سيفي ديال اسبانيا عن طريق الموقع الرسمي ديالها. في تويتر. ومن هنا يا اخوان خادوا جميع الصحف العالمية. حيث ماشي غير ايطاليا اللي نشرت هات الصورة واسبانيا. بل العالم كامل. بطبي اتحال اشنو قال هات الصيد. نحن نحن في المعتاد. مل فنك ندخلوه البحار بشي نجيبوه الجوزة ديال الناس اللي كتموت. ولكن قال هات الصورة نهار اثنين مع الفجر. حتلت لاش في البوميريدجو. قال هات الصورة مره ما عمرني ماشي تبحاله. قال هم شفنا بزاف ديال الناس اللي ما كتعرفش تعم. وكتلوه حراسة في الماء. بطبي اتحال كي يعتامدو على طرف ديال الخشب. اولا قراعي خاويين ديال بلاستيكة اخوان باش يبقاو فوق الماء وما يغرقوش. ولكن يا اخوان قال هم انا مني شفت واحد السيدة. مشي تقربت عنده باش نعتقى. السيدة كانت لابسة يا اخوان واحد جيلي. اللي ما كي خليش بنادم يغرق. ولكن عير لعبة. هذك شريك يشريون الناس باش يدولي ذاتهم الصغار لا بيسين. سيدة اللي لابسة يا اخوان مني اقتارب منها. القبل لانه فلت زينو دياله في شكار دياله. وانني نعتقدك الدري وندي القروشيروسة التي يمكنها الهلال الاحمر. بطبية كالي اخوان الهلال الاحمر تقول بالله انه المصنر راهم زيان. في الاول قال ليه انا كان كيس حبليا مات عليش الجيد يلقاه بارد بزاف. بطبية اخوان صورة حقيقية. والازمة لدان المغربي اخوان هينا بغينا نكون واقعيين. وخام غربة الحق نقولوه. المغرب سياسيا وديبلوماسيا ستعمن الورقة ديال المهاجرين. بعض الناس وكيفية سامعت لحد السيدة. وعندما نعرف أن يسعدهم دخولهم تنسوا. ونقوموا بإمكانهم دخولهم الأنفل ونقدروا. فأنتدخلهم لسيبة بإمكانهم الناس ونقوموا بإمكانهم بإمكانهم الحرار. فما بالعل أن أدخل بإمكانهم بإمكانهم ودخلين sonata. فأنتدخلهم هذا مرور صغير أو صغير بإمكانهم أن أقل إدخلُ الإنسابتهم. شهرين يعني واش المسؤولين مني كل شي صغير وكبير عارف هاد القضية واش المسؤولين ما كيشوفوش هاد الازمة اللي كينا وقال ليهم بلا ما يبقوا يقولون بلا انه المعبر ديال سبت تسد بسبب الكوفيد بل تسد بسبب ازمة ديبلوماسية وتسد في شهر عشر قلت ليهم الكوفيد ما جات لشهر ثلاثة قلت ليهم بطبيعة الحالي اخوان ازمة اللي كبيرة بزاف ومن يتسد المعبر بنادم ما بقاش خدام الدولة دات ليهم يعني اخوان اه التوظيف ديال سبعمائة شخص رجل ولا كي رات العيالة تخدامين وما بقى عندهم يدار فاديك المنطقة يا اخوان ديال الفنايدق لذلك راكينا واحد الازمة اقتصادية واجتماعية خانقة من البيل الاشياء اللي خرجت اليوم يا اخوان هو الباسبور ديال اه ابراهيم غالي اللي هو نقوله القائد او الزعيم ديال الحركة كاوجف هاد البوليزاريو يا اخوان واللي يدخل يا اخوان الاسباني به هاد جواز الصفر مزور كاسب لانه اسميه بن بطوش واسميه دياله محمد في حين انه هو اسميه ابراهيم غالي وطبيعة الحال يا اخوان راكي يقوله لانه عده جنسية جزائرية لذلك داخل مخبه يا اخوان لاسبانيا وهاد الورقة شكنيش بدها يا اخوان راها ديال الفرنتيارة ديال الديوانة ديال المطار ديال ساراغوزا في اسبانيا من يدخل هو يدروا له السكانير والورقة خرجت اليوم هاد هو الباسبور اللي دخل به مو زور طبيعة الحال وفيما يخص يا اخوان دائما هاد النقطة اليوم كيجي الرد ديال الوزير بوريطا على الوزير الخارجي يا اخوان ديال اسبانيا وكان رد صراحة يا اخوان عجب جميع المغاربة ورد قاسح بزاف وقال ما يلب لانه يتعين على اسبانيا ان تعي بان مغرب اليوم ليس هو مغرب الامس يعني المغرب هادك اللي كنتك تعرفه بس لا معليه المغرب ده بللي حاليا ولا تعنده سياسة خارجية اخرى ولا عنده قوة ديبلوماسية اكثر من الامس وقال كذلك وعلى بعض الاوساط في اسبانيا ان تقوم بتحيين نظرتها للمغرب يعني تعاود تاخد له واحد نظرة جديدة على المغرب هادك المغرب اللي كنتك تعرفه ما بقاش بطبيق حاليا اخوان خاصنا نعترفه وخي يعني الوزير بوريطا مني كان هو المكلف بالجارية المغربية المقيمة بالخارج فالحجر الصحيلي كان دازلي فات كان في قصنا واحد شوية ولكن ذاك الشركة ديال على المستوى ديال السياسة الخارجية وذك الشركة ديال يا اخوان فيما يخص نزاع على الصحراء المغربية را واحد العمل جبار وصارة حتى اخوان قتل لي يا البوليزاريو اقضع ليهم فيما يخصي اخوان الاخبار اللي كتخص الجلبة كان ثلاث اخبار اللي هي مهمة لأولة كتجينها من الاتحاد الاوروبي واللي كيتكلم على اتفاق اللي كان ما بين الدول ديالتحاد الاوروبي حول الباسبور ديالتحيل الجلبة كان اتفاقي اخوان ما بين البرلمان الاوروبي مجلس الاوروبي وكذلك المفوذية دي التحاد الاوروبي تابقوا باش يكون هاد الباسبورت دي الجلبة غتكون الاسم دياله الشهادة ديجيتال الاوروبية دي الكوفيد تسعاش واللي غتخوله اتيح لجميع المواطنين دي التحاد الاوروبي انهم يسافروا بدون عراقيل بدون كورانطينة يكفي انه يكون الانسان جالب ولا عنده تحليلة دارها في تماني وارمعين ساعة او انه تعافى وتشافى من المرض. بطبيعة حال رئيسة المفوذية دي الاتحاد الاوروبية اخوان اورسلا فوندر لاين كثبت بالله انه هاد الشهادة الديجيطال دي الكوفيد دي الاتحاد الاوروبي غتكون واحد الادات مهمة للرجوع الى السفر العادي والسهل والامين داخل الاتحاد الاوروبي وفي كل الاتحاد الاوروبي. بطبيعي انتها لي اخوان حاجة مهمة جدا واحتدرا قي تكلم على انه مزيان منك الاتفاق حول الباسبورت دي الجلبة. حاجة اخرى هو انهم فايد زركة اعلن على ما يلي هو انه حاليا كان تجارب على الجلبة على الاطفال اللي عندهم ما بين ست شهر ما بين ست شهر ماشي ست سنين و 11 عام هاد الارقام يا اخوان حول هالتجارب اللي كينا حاليا غتخروش النتائج ابتداء من المنتصف ديال هاد العام ان شاء الله وكي عولوا وكي املوا انهم تعطاهم الرخصة في النهاية ديال 2021 باش قبل ما يبدأ الفين واثنين وعشرين يا اخوان ابدأوا يجلبوا الاطفال الصغار. طيب يتحل هناك النقاش كبير يعني حتى اليوم في صباح تكلموا عليه في الراديو عيطوا بزاف الناس قالوا انا الى كنت جالب جالب جميع ال الناس اللي هي كبيرة في السنة. لماذا غادي يمشي نجلب واحد دري صغير اللي بطبيعة الحال ما غادي اضطر في الى فيروس لتشي حاجة وان شاء الله ما زال طب يا اخوان منا غا تخرج جلب الاطفال غا نشوفوا ما شونه غا يقولوا واشنا هما الاشياء اللي غا يخليونا نقنعو اننا نجلبوا الولادنا اللي عندهم مثلا ثلاث سنين واربع سنين. حاجة اخيرة يا اخوان اللي كتعلق بسيلاري ما قبل اخيرة سيلاري قال بالله انه اللي هو يصده سيكريتاريو ديالوزير الصحة مني غا نوصلوا الخمسين في المائة ديال المواطنين الايطاليين اللي اخدووا على الاقل جرعة رفا هديك الحالة يا اخوان غادي نبدأ ونحيضوا المسكرينة في الاماكن المفتوحة يعني ما بقاش نبس زفحنا ده براه في ثلاثين وثلاثين وثلاثين في المائة وفيما يخص يا اخوان لومبردية المسؤول على الويلفر في الجهة ديال لومبردية اخوان لتيتسيا موراتي قالت بلا انه الى غاية الحدود اليوم يا اخوان مع الحضاش ديال الصباح تلتمية وثمين وتلاثين المبيلด مواطن من اللومبردية лиعدهم ما بين ربعين وتسعة عدو وربعين سنه بااخوان حي موعد باش يب permettre جلبها لذلك اجماليا الناس في اللومبردية اخوان اللي انخارطت في هذا الحملة دي تلقيه راههم اربعة المليون وتسعمية وتمانية وخمسين الف يعني حوالي خمسة المليون. الى جينا نشوف المواطنين اللي خصوهم يجلبوا يا اخوان فلومباردية. يعني الناس اللي عندهم مكسر من خمسةاشر سنة. راههم تمنيتة المليون ونص. يعني ستين في المائة. ديال النس لي في لومباردية لحدود الساعة يعني باقي الحملة دي تلقيح. يلا غندخلوا في الصعيب دياله ويلا غندخلوا فيها مزيان. راه ستين في المائة ديجان خارطة اخوان و ديجة في لومباردية. هاد الشي دليل على انه الناس غادي تجلبوا جميع ديك الاستطلاعات الرأي اللي كانوا كيقولوا في الاول ناس كتتخوف ودك الشي را الحقيقة راها مختلفة كيف ما كتكون نقول لكم. را عيرت بدا الحملة دي تلقيه وبنظم غاين خارط ان شاء الله. سريعا يا اخوان غنبتوا نشوفوا الحالة الوبائية في العالم. عدنا الهند مئتين وستو خمسين الف حالة اصابة ايران اتنشر الف توركيا تسعلاف وروسيا تسعلاف. فيما يخص ايطاريا اخوان الناس ليستافذت من الجرعة الاولى تسعتاشر مليون وستسعين آلف يعني تلاتة وثلاثين في المئة من الشعب الايطالي على الاقل اخذ جرعة اولى. الناس اخذت الجرعة التانية تسعت المليون وتثمين وتلاتين الالف والحدود تسعر في ايطاريا تحطى تسعت وعشرين مليون جرعة. فيما يخص اخوان الحالة الوبائية اليوم في ايطاليا تلقاوا خمسة الحالة السبعة و 141 حالة إصابة الناس التي توفها مياه و 164 والناس التي تشافها 12800 في حين أنه العدد الى التحالي اليوم هي أخوان راه ميتين واحد وخمسين الف البارح كانو ميتين و 8700 واليومية تلقى وجوش الناس بوزيز في كل مية التحليلة كنديره الناس في الإنعاج كي نقصوا بناقص ٦٩٩ كيولي العددهم آلف و خمسين و و الناس في المستشفيات ينقصوا بناقص ٨٥٥ و كيولي العدد 10 483 فيما يخص الحالة الوبائية في المغارف هي كالاتي الناس اخذت الجرعة الاولى رام 7 167 الف في حين الناس اخذت الجرعة التانية رام 4 748000 الناس اللي القاهم اليوم ببوزيتي فرام 333 الشخص والناس اللي تم الاستباعد دياني مع 10 الاف في حين ان الناس اللي تتشافات 129 والناس اللي توفاة الله يرحمهم والناس اللي مازالك تلقى العلاج رامهم 2500 توزيع الحالات حسب الجيات يا اخوان فوكو الاتي عندنا الدار بدا ستاس ميتين وواحد رباط سلاق نتر خمسة وثلاثين سوس ماسة واحد وثلاثين مراكش اس في ثلاثة وعشرين وباقي الجهات في مقال من عشرين حالة بهذا كونوصنا الآخر الحلقات سالو فوريوسكم وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله